فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله فإذا نهت الشريعة عن مشابهة الأعاجم دخل في ذلك ما عليه الأعاجم الكفار قديما وحديثا ودخل فيه ما عليه الأعاجم المسلمون مما لم يكن عليه السابقون الأولون نعم هذا رجوع إلى ما سبق من التحريم التشبه بالأعاجم قد نهت الشريعة عن التشبه بالأعاجم لما في ذلك من الرجوع إلى الجاهلية وتنكر للإسلام فتشبه بالأعاجم سواء كانوا أعاجم في الماضي أو في الحاضر لأن العجمية نقص العجمية نقص والعروبة في الجملة شرف فإذا انتكس الأمر وصاروا يلتمسون العز من ما عليه الأعاجم ذلوا وهانوا وحصل لهم التأخر كما هو الواقع الآن فالتشبه بالأعاجم لا خير فيه حتى ولو كانوا من التشبه بالأعاجم لا خير فيه حتى ولو أنهم أسلموا فإن العجمية في حد ذاتها إذا قوبلت بالعربية فهي ناقصة فكما سبق أن جنس العرب أفضل من جنس العجم والعجم إنما حصل لهم الشرف والرفعة لما دخلوا في هذا الدين وتعلموا هذا العلم نالوا على هذا الشرف وهذه الرفعة لا بحسب أصلهم وإنما بسبب اتباعهم لهذا الدين